دلوقتي ان شاء الله عايزين نشوف ازاي نعمل امبورت لتست كيسز او تست سويت من ملف من بره تست لينك خص فاحنا هندخل على تست سبيسفكيشنز ونيجي نبص مثلا على المشروع بتاعنا ونلاقي في التست سويت في اوبشن اسمه امبورت طيب لما ندوس على امبورت بيقول لي ايه بيقول لي الملفات لازم تكون اكس ام ال فايل ال اكس ام ال فايلز دي اسهل طريقة ان انا قراها ان انا استخدم برنامج نوت باد بلاس بلاس فاحنا هنحمل نوت باد بلاس بلاس من الهومبيج اهو ندوس على داونلود هتلاقي في نسخة 32 بيت لو حد الكمبيوتر بتاعه 32 بيت انا الكمبيوتر بتاعه 64 بيت فاحنحمله من هنا على النسخة ال 64 وندوس سيف هو صغير 4 ميجا كله نبدأ نعمله سيت اوب كل حاجة نكست عادي مفوش اي حاجة يعني مختلفة ونعمل run طيب هنا ده النوت باد بلاس بلاس وفكرته ان انا ممكن اكتب اي ملف باي لغة يعني او اي حاجة انا عايزها فانا هخليه اكس ام ال وابدأ اكتبه احنا عايزين نعمل import التست سويت يبقى اول حاجة هنكتبها اسم التست سويت فانقول تست سويت name equals مثلا اكس ام ال تست سويت تمام بعدين نسيب سطر احنا عندنا لما بنكتب تست سويت تعالوا نشوف لما بنكتب تست سويت جديدة بياخد مني ال name و details يبقى انا عايز اكتب اي عايز اكتب details يبقى اقول له details ونكتب جواها اللي احنا عايزين بنقول مثلا this is a test suite for xml file import وبعدين نقفل details نسيب سطر طيب احنا لما بنكتب التست كيس ايه الحاجات اللي بنكتبها جواها تعالوا نشوف اول حاجة title تمام نبقى هنكتب test case name equals ونقول له مثلا ايه log out import files from xml file طيب وبعد النيم هو عايز من السامري هنلاحظ يا جماعة ان احنا لما بتكون الحاجة زي title كده صغيرة بنفتح قوس على الشمال وبنقفل على يمين بس وبنحط string في النص انما لما تكون باراجراف كبير زي ده اللي هو زي مثلا السامري او precondition كذا سطر بنكتب الاول الحاجة ونقفل زي كده وبعدين نروح حطين ايه الشكل اللي في الاخر ده يعني احنا في النيم فتحنا قوس هنا وقفلنا هنا انما في السامري هنلاقي ان السامري حاجة طويلة فنروح كتبين ايه السامري ونقفل بقى ونكتب راحتنا نقول this is the summary for the test case that imports the test cases from XML files وبعدين نروح قفلين ونكتب summary قولنا ايه الفارق بين d? والسطر اللي فوق ايهه النقطة بس ان انا في السطر اللي فوق ده بتاع النام انا بكتب فريز صغيرة انما في السامري بكتب جملة كبيرة سطرين تلاتة براحتي وندخل السامري جوا شوية ونيجي نكتب بعد كده الري كونديشن طبعا هو كاتب بري كونديشن فلازم نكتبها زيها بالظبط فنقوله بري كونديشن ونكتب ايه ان زا ويب سايت از اورادي اوبند مثلا بري كونديشن ونقفل طيب بعد الري كونديشن في ايه المفروض فيه الستيبس هي مش مكتوبة هنا زي ما انتوا شايفين بس احنا ممكن نكتبها لما عملنا كريات للتستكيس احنا بنعمل كريات وبعدين بنكتب الستيبس لكن هنا ممكن نكتبها على طول بنكتب كده ستيبس عايزين نكتب بقى اول ستيب فنكتب ستيب ستيب وبعدين نقول ستيب نمبر طبعا هي ستيب نمبر وان ستيب نمبر ستيب نمبر الستيبس اللي بيتكتب فيها بيتكتب اكشن صح فهنقول ستيب ستيب واي مثلا open the xml file طيب الاكسبيكتد ريزولت بقى هنقول the xml file is imported successfully تمام ونقفل الاكسبيكتد ريزولتس نسيب تول جوا كده طبعا احنا كتبنا الثلاث حاجات دي جوا الستيب احنا اي حاجة بنفتحها لازم نقفالها يعى الستيب دي لازم نقفالها و�كتب ايه ستيب تانية طيب والستيبس اللي فوقيها هلازم نقفالها شايفين في كده خط نازل من فوق ده معناه اي يقوللي ان انت فتحت حاجة اسمها steps يبقى لازم نقفل الحاجة اسمها steps دي نفس الكلام برضو في بت ciud كيس يبقى هنكتب سلاش test case إطامناها وفي الآخر هنقفل التست سويت بتاعتنا كده احنا جاهزين نعمل سيف بقى عملنا سيف للملف ده يبقى كده دي تست سويت يا جماعة جواها تست كيس واحدة تعالوا نشوف هتشتغل ولا لا لما هنفتح عندنا نرجع تاني للمشروع احنا عايزين نعمل import التست سويت يبقى نفتح المشروع نفسه نظام وندوس على options ونعمل import التست سويت XML file اهل فولدر لجوال XML تست سويت بيقول لي لو التست كيس لها نفس الاسم هل نعتبرها duplicate ولا لو نيها نفس ال ID لا نخليها مثلا لو لها نفس الاسم طبعا براحتك طب لو التست كيس دي ده وبليك نعمل ايه نعمل تست كيس جديدة بطاية الجديد يعني لو عندي اتنين تست كيس اللي اتنين اسمهم login يبقى مثلا التانية تبقى login 1 او ايا كان هندوس upload file او test case import files from XML file اوكي طبعا لو في اي مشكلة فيه يعني لو الملف ده فيه غلطة هيبقى فيه error طبعا فهنا بقى في تست سويت جديدة اهيه وجواها تست كيس واحدة تعالوا نقرها بيقول لي this is the summary for the test case نفس الكلام المكتوب هنا هو الprecondition ان الweb site already opened الاكشنز او الخطوة افتح الXML file اهي الXML file هيبقى imported successfully وطبعا تقدر تعدل في التست كيس براحتك الطريقة دي فيه ناس بتحبها ان احنا نقعد نكتب بقى في الXML file براحتنا وبرضه ممكن نكون جايبينه اصلا من تول تاني فنبدأ نقدت فيه ونعمله امبورت عندنا في التول بتاعتنا طيب انا لو عايز ازود كذا تست كيس اهي دي واروح ايه متكررها تاني ومغير في التالز بتاعتها واحد كذا يبقى ازود كذا تست كيس طيب لو انا عايز ازود تست كيس بس من غير تست سويت يبقى المفروض اشيل التالز بتاعت التست سويت صح؟ فتعالوا نشوف لو عملنا امبورت للتست كيس دي لوحدها اللي هيحصة طيب تعالوا بقى اعمل امبورت للكلام ده طبعا التست كيس لازم نعملها امبورت بقى جوا التست سويت احنا لما عملنا امبورت للتست سويت يا جماعة ندوسنا على المشروع بس انما التست كيس لازم نفتح المشروع ونفتح التست سويت اللي عايزين نحط التست كيس فيها فنفتحها كده وندوس امبورت تست كيس ونختار الملف امبورت تست كيس سنجد انها ما نزلتش ليه ما نزلتش؟ لان هنا انا كاتب تست كيس بس انا لازم في الاول زي ما كده الاول قلت له ان انا دي تست كيس دي جوا تست سويت فالاول لازم هنا برضو اقول له ان دول اللي انا مدهم لك اسمهم تست كيس وزي ما فتحنا الغوث نقفله تست كيس يبقى كده احنا ماشيين صح انا بقول له انا هديك مجموعة تست كيس سواء كانت واحدة او اثنين او تلاتة عملنا save تعالوا نجرب تاني بقى import test case قال لي انها اوكي فهنا test case هي نزلت جوا test suite بتاعتي زي ما احنا شايفين